اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكوليسترول هي التي بداخل اوعية الدموية المسببة لارتفاع ضغط الدم وبالتالي يساعد في عملية تخفيفة لضغط الدم وبالتالي ان يساعد في ضبط ضغط الدم وضغط الدم هو معروف ان اذا كان القلب يضغط دم وتبعا دقة القلب دقيقة جدا وباحتساب دقيقة لا تزداد ولا تنخفض الى في حالة غير طبيعية وبذلك اذا كان هناك في طبقة او بداخل اوعية الدموية من الدهون طبقة الدهنية بسبب الامراض القلبية والكوليسترول وسكر وغير وغير وبالتالي يؤدي الى ضغط على القلب وفي عملية ضغط الدم وبالتالي يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم لذلك الماء ساخن يساعد في تضويب الدهون من خلال يسراع الانزيمات في قسر هذه المواد الدهنية المتبقة التي تطبقت بداخل اوعية الدموية ويساعد على تنشيط الدورة الدموية من خلال توسع في الدورة الدموية والتخلص وضبط ضغط الدم لذا نشوف بعض المستفيدين الذين شفوا من العلاج بالمساخن فيما تعلق بارتفاع ضغط الدم شفاء فنان كنادي من ارتفاع ضغط الدم خلال اسبوعين ماذا قال الفنانة الكندية عزيزي الدكتور فارس تهانينا على عضوياتك تم انحكا اردت ان اخبارك بانني ذهبت الى المستشفى امس لمناقشة نتائج فحص الدم كنت قد بدأت بالفعل شرب الماء ساخن في الصباح لمدة اسبوعين ليس فقط قد اختفت الاحاسيس الغريبة في الاطراف السفلية والجانب الاسفلية هنا في خطق الدبي ولكن الطبيب قال ان الدورة الدموية عندي عادت الى طبيعتها ايضا للمرة الاولى للمرة الاولى منذ السنوات اصبح الضغط الدم الطبيعي ايضا منذ السنوات لقد توقفت عن تناول دواء الضغط ضغط الدم لذلك سعيد مع النتائج مهم ان تعرف بانني غيرت نظامي الغذائي ايضا اوه نعم عندما ذكرت لطبيب يقول الفنان الكندي طبيب مع صنوات عديدة من التدريب في الولايات المتحدة استخدم العلاج بالماء ساخن فهو يعرف كل شيء عن العلاج الخاص بك وشجعني على مواصلة متابعته ولكن بشكل اكمل واوجز لي البرنامج على الفور اخبار جيدة جدا الحالة رقم اثنين انقفاض ضغط الدم والشفاء من الصداء الله يعطيك العافية بالدكتور وجزك الله كل خير انا من اسبوع من اسبوع اشرب الماء الحار اقسم انا ضغط انقفض وصداء انتهى والحمد لله الحالة رقم ثلاثة شفاء امرأة من ارتفاع ضغط الدم من 200 على 106 ونزل الى 175 على 98 خلال عشرة ايام ماذا قالت جزاك الله خير دكتور انا جربته للضغط استفدت بحمد الله اكثر من العلاج كان الضغط قبل العلاج يصل الى 200 على 106 وبعد العلاج 175 على 98 اخسم بالله اني على هذا الحال من السنتين بعد انجابي طفلي الاخير وعندما سمعت عن تجربة مواطن اماراتية قمت بالبحث عن فوائد الماء الساخن واغلب المقاطع التي كنت استمع لها لك دكتور وبعد التجربة خلال عشرة ايام ما استخدام العلاج وصل الى 99 على 67 طبيعي وتركت العلاج واصبح يعني تركت العلاج واصبح 120 على 77 ولكن ليس ثابت احيانا يصل 150 على 89 لكن افضل بكثير عن قبل وانا لا احتمي من الاكل الممنوع الحال الاخيرة شفاء امرأة من ارتفاع ضغط دم السلام عليكم دكتور لقد كان لي ضغط دموية طبعا نحن ننقل الكلمات بغض نظر سواء وجود اختار لغوية كتابية ننقل بالضبط كما ورده وتبعا ايضا ثقافات مختلفة وطريقة كتابة تختلف نحن ننقل الكلمات كما هي لقد كان لي الضغط الدموية من ستة ستة عشر الى سبعت عشر والان الحمد لله لقد شفيت استعمال الماء الساخن لمدة تسعة عشر واصبح الضغط الان نتيج عشر فهو جيد ما العلم ابلغ 42 عام اقسم الله انني اقول الحقيقة شكرا لك كثير كثيرا دكتور وشكرا لله الذي جعلت جعلك سبب لي اتمنى لكل من له الضغط الدموية ان يعالج بالماء الساخن على طريقة الدكتور وشكرا لك جزيلا اللهم يا رب ان يدخلك الجنة اللهم امين يا رب العالمين هذا فقط مقتصر الذين شفوا من ارتفاع ضغط الدم ونسى الله تعالى توفيق لكم جميعا نرجو منكم نرجو منكم الاعجاب الاشتراك لم تشترك لم تشترك في القناة نشر المقاطع نشر القناة وتقديم تجربتك في القناة او حتى من طريق الواتساب او اي وصائل اخرى التي نحن نستخدم عدة وصائل اجتماعية او حتى البريد الالكترونية نصل تعالى توفيق لكم جميعا وان شاء الله نرى عالم ينعم بحياة صحية شاملة بدون معاناة من ارتفاض اختدام وامراض اخرى وجوانب الصحية الاربع جميعها الجسدية العقلية الروحية والعاطفية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة